نخليني من هنا وإحنا بنتكلم على هذا الصراع وعلى هذا التاريخ تشوف شمال سينة وهي بتودع شيخ مجاهديها رحمة الله عليه شيخ حسن علي خلف الخلفات واحد من أبرز وجوه النضال الوطني على أرض سينة ضد الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سينة دي صورة المرحوم رحمة الله عليه شيخ المجاهدين السينوية ودع هذه الدنيا وإنما تبقى ذكرى ويبقى اسمه طول الوقت محفور في الأزهان مش بس محفور في أزهان إخواتنا في سينة ولكن يفضل الشيخ حسن خلف اسمه وصورته محفورة في زهن المصريين بحروف من نور في لوحة كبيرة تضم أسماء رموز الكفاح الوطني في وجه العدو وفي وجه أي عدو وفي وجه أي محتل مصر ولا مرة سابت حقها ولا مرة شيخ حسن خلف عاش شبابه كله منخرط فيه صفوف الدفاع عن الوطن إسرائيل أبضت عليه وتحكم عليه بالسجن بحكم 149 سنة قال لك بتهمة القتل والتنقل ما بين الضفتين عند قناة السويس بدون تصريح ووجه القضي الإسرائيلي في المحكمة ورد على الحكم وقال له إنكم من قتلتم الأطفال في بحر البقر بينما نحن نقاتل محتلين خرج من السجون الإسرائيلية في اتفاق لتبادل الأسرة وأصبح من وقتها صاحب دور اجتماعي شديد الأهمية والبروز في الإصلاح ما بين الناس وأعلن وقوفه مع الدولة مصر في الحرب على الإرهاب وفقد أحد أبناءه رحمة الله عليه نحتسبه عند الله شهيد وبقى صامد يحافظ على المبدأ حتى الوفاة عشان كده الإسم هيفضل محفور في الأزهان المصرية وفي زهن التاريخ هيبقى هذا الإسم مخلد الله يرحمه الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته الشيخ حسن خلف شيخ المجاهدين في سينة